الأرباح لم يكن لدي أحد نسبة لماذا؟ نكمل لك الحاجة قالت أنك أرباح 20 مليون 16 مليون 18 مليون في الشهر وفي الوقت في المدارس لماذا كان هذا الأمر؟ وفي أجدوات معك قلت لي ها هذا الشيء دي الأولادك العدد الدفلوش لا كان هذه الباركة كانت تأتي رأى اليوتيوب دي العائلة كلها رأى ماشي رأى كنشي 12 كل واحد تدين نصيب دي ساميرا هي تدين الزيت والله يا أولدي لاتي خلص لها الطموبيل خلص لها الكريدي دي الطموبيل والله العظيم وفي بغد تبشيته أعطاه كل مرة 100 كل مرة 60 كي أعطي أكثر من حقها يا ساميرا والله يا أولدي لما كان هادشي وهذا الشيء منوت وهذا ما كانش أنا مراكش هادشي والله ما كانش هادشي كي يجيب يونزيك المراكات ما عندكش الحق تدوي في الأرباح أتشرح دي الأولادك؟ والله ما قلت له هادها درا المسكين عاد باقي معدوستك نشرة واحد بقعة بودربالة عاد شرها هادشي وراه بديد ديها كون ارتيت شي ساميرا كانت قال له كو فيك نديروا البيوت كنديروا الكوزينة كنديروا الهاديه وجاب طرع عندها واحد الورقة بشتي قتل وانا نوريك الدير وكسب واحد الورقة هادشي جاب نموهنديز وراتي سبق عليك بشي بنية بشي بنية وقرية بودربالة فيداش أرام غي مو قاتل معايا والله والدي لغا مو قاتل بلغا دياف وما يونسكو كان بغا يسكن تماما انا غا يبني دار فوكس تحتهو نقطة اخرى اشنو القصة ديال 100 مليون اللي جات من الامارات واش فعلا جات الساميرا واش وكيفاش ربعت ديور ديال الخواتات ديال يونس وهي اللي ضاعت من دكشي وما صورت تحت اشي حاجة منه شوف والدي قصومو بله هذيك صاحبتي منهار اللي تح اليوتيوب فاش قدت انا تندير دكشي العروبية كانت تطفر فيه وعجبتها عجبتها بزاف وكانت تتواصل معايا ديما ديما تتواصل معايا تتواصل معايا تتقولي مزيانا هذك شي تديري في الواتصاب هذك شي تديري زوين رك عجبتيني رك عزيز عليا رك دخلتي في قلبي ركي مزيانا ركي ديرا ركي فاعلا اناه صيفتت لي الفلوس قد لبني لا اناعي قلت لديك الفلوس شديتها وطلو الله قلت لك تضعف المقربين أولا ابنتي غاتريين شريتهم دويرات شريت ثلاثة ووحدة البنت لوستي المهم الشي الأخر كملت به الصمعات الجامع وشي ناس حدانا تصلحتهم شي ديور واللات جات هي بيدها جات عندنا وضيفت عندنا وضيفت عندنا وضيفت عندنا ألقطتني الأوطيل الزنيبر هو ما زال تمتن شي عندها خطرت انت خدام عها خطرت انت عشام عها خطرة ودتني لالهدي للمراكش بدتني لشوف شاون تساريي تنويها المغريب كله اللي بناتش خداوة ديور ولوسك خدا الدار السامير ايش نخدت ها؟ سامير ايش نخدت ها؟ معتمت تهلي اديك ديالي انا هديك ديالي انا وضيك ديالي انا وبعد دار ده بخاليين بربعين مليون ده بعد الدار تهل بحقق البنوط ليت بتهدئت س petite مستهجة ليت بحقق البنوط و كتم فيديه لديه لغير لدي الهاتف لديها لليه تهدئت لديها 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 بحقق البنوط ليت أنه الأمر لديها لليه والنسبة لديه لديها لديها يضعها يونس وعطيها لي صداقة في المقربين ولا والبناتها يتزورها ويقول من هنا من هنا من هنا من هنا شريت البنية أنا أنا دوك البرتمات واللي مقاكمة به الواحد هادورهم عندنا في الدوار من بعد ما طلب يونس طلاق واش كتشوفي باللي من مصلحتهم أنهم يرجعوا لبعضياتهم ويكبروا الأسرة ديالهم في ظروف طبيعية وعادية هاولدي أنا من بغيرهم غير خير أنا من بغيرهم غير خير ومن بغيرهم غير السلامة وحتى نبعد ذوك الوليدات يجعم وحتى نرى بقاو في ذوك الوليدات هارجلي تيبكي عليهم بالبكة وهذا شي كله هي اللي دارته هي اللي حرجت عني أصحاب القانوات وش هاولدي أنا إليكم انت مطل نبغيهاش رح سيدير بلي تيشد عليها وحرجت عني أصحاب القانوات كل شي تيسبونا سيعرقونا بليد أنت بلي مقلب وغلا وش بش عرفتها بلي وحرجت عليكم القانوات بليش تتقل لك ساميري اللي تتقلنا إنها تتقلت على القصة ديالها وقصة ديالها كانت مؤثرة وصعبة للروية ديالها خلى الناس تعاطف معا بلصح بش عرفتوا فعلا بليو عشر دات عليكم القانوات هي هذيك الورقة ديالها ليتطلاح وكل شي عركتها به ديالابو راما وشيكوانت عرفش عنا ولدي نقول وبينت الوليدات تيهضروا في القناة ديالها نفس السؤال نسولك الحاجة واش كتشوف بليم نصلح هذي الولد ديالك وديال ساميرا باش انهم يرجعوا والبعض ديال شوموا يعيشوا في أسرة طبيعيا كيف كل الناس انا قلدي ديالك الوليداتي ما سخيتش في مولدي انا قلقيت قراني بحلي ما غادي فوق الارض بحلي ما غاديش يا ولدي ديالك الوليدات انا قلت قرآن والدي صالح والدي وهي تنازل شوية والدي ويكبروا ذيك الوليدات بنتهم انا ماكرهتش يا ولدي والله ماكرهت بالله راضي انا ماكرهتش الا والله يا ولدي ماكرهت هذا كلها ولدي انا بقى فيه نهامتين عسمها يا ذي الولي ديالك انا بيش صغير وراوا هذي الوليدة واحد تليروا من وجود الناس قلد علي اياه وراهت كلكم يا ولدي ودأوا الدي يومما شهر ونع شهر ونصف، ما شهر فيfikاتنا قدني إنهم يومش، ما رزينا ماشي، ما رزينا ماشي في الحديد ديالب اللي ربهم ما سول فيهم ما عيطي عرف أي شو عندهم ما صرف عليهم هذا المدة ما تصوق لهم تصوك لهم ولدي؟ لا ذلك أولدي ما باش مشات؟ نهاريا مشات؟ عيط لا، بقيت أنا ولدي تصوي بشهر والدي بقيتا نبكي عيط لقن الولدي يبكي الله عليك تكسر الساميران agradeني الطيران وأنا عنّا تنزيها ساميران ارجع بحالتك. ارجع وانا قدوا الامور. قتلوا لا انا قتلوا هيما صافي انا قررت ما قد اشترجع. صاف. افقادك الامر وديك ساعة صافي قال كاد سيدا. مارك مالشي انا وياجد. اطلاق بلا بيانا. كنو انا شو دي ندلش على اطلاق. وعوين نصلحوا الامر وانا قد اشترجع. را انا نصلحوا الامر ودي اطلاق. النار بعد وليداتهول. واشنان فرضو وليداتنا لكورا وليداتي. عن مرارا عندها كبرياءة وانا مشاعرها فش الراجل كيلة طلب اطلاق. على الاقل كان تكين لهم الحزارة واحد المعاملة. لايجمة الايل اي ماشي بنا دول لايجمة اتطلاق بناكم ذلك with men. خلوه بينها وبينها يترى اترى اتبوجتهم ويكونوا عندهم برادة. keinen يترى اتغى linguاتين تريد وقد أردتها النبلولا ابنتي ورجلها اللي اردوها النبلولا عدتت لها رافع دير الفيديو عليها قلتها ساميرا تاكسترن عليه الشيطان وقد نصالحوكم وكمن النبلولا وطافقوا على شدير المتوية وقد أردتها واخها أنا قلت نحبس هذا الشيء قلتها صافي اللي سوف تصبح تخارجها بالفيديو شكرا لك وعلى ذلك يونس رائعه وريدته وراءه والله العظيم والله إلا يتاقوه إلا يبكي على الرقبتي انا بقوا فيه ورا تيسر با دول دي لولدي دي لما ريض دي لباي يونس ورا تيسر بغايد دول 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 ورا تيسر بغايد دول دول الله حق الله عادم ولدي ولوك دي لباي يونس رام ريض واشهما يدش يولدي دول دي لولدي كل شي تعايرنا كل شي بزه وش الولدكم الاخدي ليونس حتوه خرج بفيديوهات وتكلم فدل الموضوع هذا وحتوه بطريقة غير مباشرة تتكلم على الخيانة وعلى الأدين لا أخبرناش ولكي والدين عندهم مشاكل ما أخبرناش هي والدي تقليد عليك يقوله عند الدليل باللي راه اختها والدي كانت عيطة ليونس اختها ديك اللي كانت مشاكل مع رجلة قتلوا هذه المنترها ولكينا والدي تقليد عليهم احنا ماشي ناما والو احنا ماشي ناما شمو يقول عندي انا ادخلوا لها تسوق بهادة لي ادخلوا لها دخول بعد ما يقوله وقت فيه وما تحاجة ما يقوله احنا تبقوا لها ديك الليلة اتنو غني ماشي نعمل ديانهم شاء الله يارب دبال المشكيل هو وشهد الوالدين ما كانوش عارفين بأن والدهم راه درع للأديان ووقع الناس يعني يشافوا ذاك البوست هنا من جهة من جهة أخرى لأب دياله هو حلف يعني ادلق نصام في المحكامة أن والده يجد 1500 درع إذن هنا ركيبان كين شي حاجة ما شهية ديك حد دام لي شدت الفلوس شدت 100 مليون يعني وعطت لبناتها رحتها مرت وولدها يعني مساهمة في القانات ودك شي كان ممكن أنها تهي تساعدها ولكن اللي غد يحل ويفك المشكلة هو مولد المئة مليون هي اللي غست تخرج وتهدر الفلوس لما نعطاتهم واش عطاتهم لحدة وللساميرة باش غادي يتفك هاد المشكيل ويتتعرف شكل يكي يكدب وهنا واحد بيناقى وصعين أنا مفهمش كيفاش واحد كي يعطي كيرس الفلوس الناس اللي أصلا هندهم رغي القناوات تبارك الله كل واحد يعني يا إله لقدة تبارك الله كل واحد دار قانات كل واحد كيفاش هاد المحسنين واش معمية اليوم اللي بصيره مكتشوفوش انه في بلاده قم كانين ناس مساكنين محتاجين هادو رو هم ساكنين رع عندهم السكنة ديالهم واش مكتشوفوش انه كين شباب مسكين بغي تجوج وما هندوش وتساعدوه مئة مليون شحل من خمسة وعشرين مليون شحل من أسرة غادي تساعدي يعني ملي تشوفي واحد شاب بغي تزوج ومسكين ما عندوش شريلي واحد البرط ما تتخذي فيها واحد تواب كبير عند الله سبحانه وتعالى ولكن باش كترسلوا الفلوس هاو كالناس هادا كله غير إعجاب اه سمحوا لي ادن هاد الفلوس منين واش حلال ولا منين كتجيبوها اللي ما عندكم مش الكبدة عليها حتليك يضرب تمارع الفلوس ما كيضيحش بتسهولة وإلا بغي يكسب تواب كيعطيها الناس اللي هما في الأصل محتاجين مشي كيعطيها الوحدين ما محتاجينش على كل حال أنا محايدة أنا ما معها الطرف ولا معها الطرف أنا فقط كنت سأل فين كين الخالل شكول لي كيكذب واش هادو كيكذبول الأخرين أنا تعلمت وحد الحاجة في حياتي أنا ما كنصدقش أي واحد بكاء ولا أي واحد أهضر لأنه كنتذكر أنه قرأت أنه وحد صحابي رضي الله عنه أو أظن وش عمر بالخطب رضي الله عنه شكول ما أقلش إنما جاء عنده واحد يعني العين دياله وتفقزات لي شي واحد تفقزالي قل ليهم ما غديش نحكم حتى نشوف الطرف الثاني لربما يكونوا عينهم بجوجة اللي مفقوسين إذن هنا دائما خصنا معمرنا نتعلموا أنه معمرنا نحزول الطرف دون الآخر خص يكون عندنا واحد شوية دياللوجيك شوية ديالمنطقة في حياتنا كين الأطراف مشي نمشي أنا مع هادا مية في المية أو لا مع هادا في مية في المية ألا إنما كنفكر بعقلي فين كين الخطأ أكيد بجوج غالطين ولكن كل واحد الخطأ دياله فين كين فما نبقوش غير يعني بدون شخصية أننا نتبعوا أي طرف نفكوشوية بعقلنا نهرفوا الخلال فين كين علش هاد الناس وقع ليهم هاد المشكيل أشنو باغين منوراه هاد مولة الفلوس خصها تظهر خصها تبان بجدقول أنا أعطيتلي فلوس لمن وأخير ترتي نقول لا إلي الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني الناس أحيانا الفقر نعمة الفقر في أحيان كتيرا هو نعمة كي الناس اللي بكعرفوش بقيمة النعمة اللي كيعطى اليهم الله سبحانه وتعالى ومالي كي كتكتر عليهم النعمة ما كيعرفوش بالقيمة ديالها وكيتبطروا على النعمة كتمشي لهم هاد المشاكل كلها هما في غينا عنها وهاد المشاكل كتعطي واحد صورة خيبة على بلادنا كتعطي واحد صورة خيبة على السمعة دي للأسر المغربية كتبين أن أسر مجوعفين يعني هاد المشاكل الناس ركنوا بكريرة عندهم من عرفين كيوصلوا بالمشاكل وهم مش واحد كيعرفها العائلة المالكة الآن في بريطانيا عندهم مشكين مع مرات ولدهم وخرجت يا حضرات وخرجت وقالت بزف ديال حويجة ضدهم وهم يخرجوا بتصريح يعني ما بينوش فيه ذك الشر ولا بينو أنهم يعني خرجوا بتصريح ما بينوش ذك الشر ما بينوش أنهم رأى ناس اللي خيبين ولا شي حاجة بالعكس خرجوا وقالوا بأنه ركن شي مشاكل ونتمنوا أنه يكون خير وصافي وصدوا على الموضوع رخصنا نتعلموا أننا نكونوا بحال هاكا وإحنا مسلمين هاد المشاكل لا يريد أن تخرج للعالم وفي الصراحة خص يكون خص يكون يعني المديري ذي الضرائب خص يقف هاد المسائيل كل واحد شنو عنده وخص فعلا أنه الناس ما اللي يبغي يتزوجه في أول نهار تزواج يحطوا الممتلكات ديالهم ها هذا شنو عنده وهذا شنو عنده باش النهار يكون شي خلاف يعرفوا شنو يعني القضاء يعرف كيفاش يقسم ذاك المنتوج اللي ينتج خلال يعني العلاقة الزوجية كنت من أنه باركة باركة فعلا عينة من المشاكل الأوسرية العادية أنه تخرج وتدير البوز ديروا البوز بشي حاجة اللي اللي تنفع الناس فينا هم مدوك المختارعين فينا هم مرا عندنا ناس في بلادنا لإعلام ما كيهدرش عليهم كيهدر غير على التافهين للأسف الشديد كنت مننا أن المساج يقول صلى وسلم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر